ولد اديسون في عام 1847 ميلادية في ولاية اوهايو بالولايات المتحدة عرف اديسون العبقرية بانها واحد بالمئة الهام لكن 99 بالمئة جهد وهو نفسه كان مثالا واقعيا لتطبيق هذه النظرية توماس اديسون لما كان طفلا كان طفلا غريبا كثير الاسئلة كلمة لماذا كانت لا تفارق شفتيه من الصباح الى المساء وهي رسالة الى الامهات لما تسمعنا كلمة ليش لماذا لا تقمعنها قمع ليش ولماذا هو اول قمع للابداع فكان اديسون يظهر اهتماما بلحوظا منذ وهو صغير بكل ما تمسك يده يسعى عنه كان يريد ان يكتشف طريقة للطيران يسعى النفسه باستمرار كيف يطير هذا الطير وانا لا اطير لابد ان هناك طريقة لذلك يقال ان توماس في طفولته اتى بصديقه مايكل هو صغار جدا اقل من خمس سنوات وكان هذا مايكل صديق لا يقول له لا ابدا فكان يجري على مايكل بعض التجارب فاشربه يوم الايام نوعا من الغازات بهدف ان يجعله اخف من الهواء حتى يتمكن مايكل من الارتفاع كالبالون وامتلى فعلا جوف مايكل من مركب الغازات الذي اعده اديسون الصغير طبعا هذا سبب لآلام حدة واخذوا على المستشفى وجاء والد توماس وضربه بشدة اذا اديسون منذ صغره ظهرت عليه بوادر الشخص المبدع يمتلك خيال واسع لديه حب الاستكشاف تجربة الافكار الجديدة هذه اساس الابداع يقول اديسون ان امي هي التي علمتني لانها كانت تثق فيي ثقة هذه هذه الثقة اشعرتني اني اهم شخص في الوجود واصبح وجودي ضروريا من اجلها وعاهدت نفسي ان لا اخذلها لم يكمل اديسون الابتدائي لم يكمل المرحلة الابتدائية بسبب انه كان فقيرا من جهه يعني كان يشتغل وكان سبب اخر انه ما كان يلتزم بالمدرسة يعتبرها شيء تافه فكانت والدته تقوم بتدريسه في المنزل واسهمت قراءته لكتب باركر العلمية كثيرا في تعنيان تعلم العلم من الموسوعات العلمية وكانت يعني كان يجمع الاموال الصغيرة الى يشتري الكتب المستعملة هكذا تعلم اديسون هنا نركز هنا قبل ان نكمل على الموقف الرائع للام التي امنت بقدرات طفلها ودعمته وشجعته ولم تعتبر المدرسة هي كل شيء لاحظوا كيف كان اديسون وهو طفل صغير ذو ملاحظة دقيقة لما شاف حجم الدعم الذي قدمته له والدته هذا زاد من ثقته بنفسه وزاد اصراره على النجاح وعزم عنه انه لن يخذلها طبعا اضطر اديسون ان يبيع الحلوى يبيع الصحف بسبب فقرة شديد باع الخضار كل هذا عشان يعزز دخله وهو في اي سن في عمره ثمان سنوات فقط وتعلم ان الجد والاجتهاد هو اساس النجاح وليس فقط الخيال خيال اساس الابداع والجد والاجتهاد اساس النجاح حطم مع بعض يطلع لك شخص منتج بابداع اشتركوا في القناة